افتتحت مؤسسة الجبل التنموية بمحافظة لحج مشروع حفر بئر ارتوازية ورفضها بمنظومة طاقة شمسية في مديرية الملاح بتمويل كويتي وذلك بحضور وكيل محافظة لحج صالح علي محمد صوملة التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل والضاح الشليل دشنت مؤسسة الجبل التنموية مشروع حفر بئر ارتوازية ورفضها بمنظومة طاقة شمسية بتمويل منفاع الخير بدولة الكويت الشقيقة وكيل محافظة لحج صالح علي محمد صوملة ثمن المواقف الأخوية للأشقة في دولة الكويت الشقيقة على دعمهم مثل هذه المشاريع التنموية التي ستخدم سكان عشر قرانائية في منطقة الملاح بمحافظة لحج يعانون من عدم توفر مياه صالحة للشرب سعادة بحضور اليوم هذا الترشين مشروع مياه القبلة ودار الدولة والغرن المقاولة وسعادة أن نشارك هذا الفرحة الذي تمزهمه بالمواطنين شربت المياه كونها هنا ضع صعوبة المياه وهذا مشروع حيوي صراحة استحق كل التقرير نقدمه نشكر كل الجهود الذي سعى لإنجاح هذا المشروع لما له من أهمية في حياة المواطنين مناطق نائية في عشر قراء هي الجبلة والبرح والثعلب والمقضاب والشجير والعجف والمحنبة وكود مجحلة وقرية سريع ودار الدولة كلها مناطق لقرى نائية في منطقة الملاح بمحافظة لحج الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية لفاعلية الخير بدولة الكويت الشقيقة عبر خلالها المواطنون في هذه القرى عن شكرهم وتقديرهم بعد وصول معدات الحفر للبدء في تنفيذ المشروع نشكر مؤسسة القبل على فعلها لهذا الخير ونشكر حكومة وشعبا الكويت ونشكر فعل الخير لسعى لإنجاز هذا المشروع واليوم هذا نحن في أكبر سعادة للمشروع هذا لأننا نتمني من زمان هذا المشروع لأننا نتعبين بسبب المياه تتشين حفر البئر في هذه المنطقة النائية وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية تأتي في إطار مشروع للسجابة الطارئة للمشاريع الخدمية التي تنفذها مؤسسة الجبل التنموية وتستهدف قطاع المياه وبنها هذا المشروع الذي جاء بعد مناشدة أطلقها سكان هذه المناطق الذين هم بأمس الحاجة إلى تأمين مياه صالحة للشرب لقناة عدن فضائية وضاح الشليلي محافظة لحج